لكن مسألة هو موسماني جابهم عشان اختار ده حقيقة طب هو اختارهم عشان زوجته هي الوكيلة بتاعة اللعيبة حقيقة بص يا جماعة كلام ده خطرته فين؟ ده اتهام بالفساد والتربح لانه لما يبقى المدرب هيدعبهم لمجرد ان زوجته صاحبة شركة جابت اللعيبة يبقى هنا في خطوط مريبة ويبقى الزميل سيف زاهر اللي سمع التأم مثل ده كان لازم ان يستوقفه احنا مش معنيين بصفقات اي نادي او مشاكل اي نادي او الغرامات اللي بتحصل او او العقوبات وبع انه حكاوي يتقال فيها موويل مش قضيتنا لكن لما يبقى فيه ترويج لكلام زي ده انه اللعيبة دي بتلعب علشان زوجة المدرب هي اللي جابتهم ده كلام خطير وغريب وافتراء كامل انا كنت حريص ان ارجع لكابتن امير توفيق وهو مدير التعقدات في النادي هل الوكالة الشركة اللي زوجة ميستر بيتسو موسماني شغالة فيها او بتديرها او اي مستوى لها لها علاقة بصفقة بيرستاو او لويس ميكسيوني قال لي على الاطلاق لا من قريب ولا من بعيد لا دخل ليهم على الاطلاق قولا واحدا والورق اللي في النادي الاهلي والمستندات اللي في النادي الاهلي بتأكد ده فده كلام يا جماعة انتو ظلمتوا مانوال جوزي كتير جدا ايوا وكل واحد فارغ يطلع كل ملاعب يحصل يقولك اصلا اللي جايبه ابن مانوال جوزي وقالوا ان ابن مانوال جوزي هو اللي جم Radhoori وان مانوال جوزي ذات كلام هو اللي اختار هو اللي اختار لازم ان يختاروا لحظة واحدها هشوا يختاروا يوافق عليه اذا اتفصحلب وا수 يوافق عليه هم استندوا علي ايه انه روي ابن مانوال كان قبليها باسبوع في النادي الاهلي بس كان جايب لعيب تاني ما اتخدش كمال جه مع لعيب ما اتخدش اتجرب في الملعب أبو روي كان حريص هشوفه في الملعب ما اخدوش بضمان ابنه وقعد معنا ثلاث ايام وقال له شكرا يا روي مع السلامة وخد بعض وخد اللعيب اللي جايبه وسافر وابو روي اختار واحد اتدى يقولونه جونيور جونيور كان مشكلته كلها انه كان بنت رئيس النادي اللي بيلعب فيه عايزة تمثل اللاعب فكانت متصدرة في الموضوحية محامية وقالت انا الوكيل بتاعه فاتفتح السكة معاه رجع واحد اسمه سالم العراقي لا دا انا الوكيل بتاعه اعتقد سالم كان وكيل منول جوزيف في الاول في الاول لكن في تاني مرة ما شفناهوش تاني مرة دا كان اتصال مباشر وكان منول قطع يعني اللي وكالة منه مش محتاجه انه يقدم نفس النادي الاهل يعني فسالم جاب من اللاعب ما يفيد انه هو اللي حيمثله انه هو فجاء سالم الى القاهرة وخلص الموضوع من خلال سالم فين روي ما فيش روي بح لكن فضلوا كل ما تش يتعاملوا مع جونيور انه روي وهذا جير حقيقي نفس القصة دلوقتي كل ما حصل حاجة هيقولك زوجة بيتس الموسماني ايه زوجة بيتس الموسماني بتمثله هو ممكن اه وتبقى منطقية تتفاوض باسمه منطقية جدا طبعا منطقية جدا لما زوجته عندها شركة تسويق هيعمل توكيل لحد غريب ليه صحيح فاما مسألة اللاعبة وبعدين هذا لا يصادر اذا كان فيه لعب كويس وحييجي عن طريق اي حد ها المهم الابضل انه ما يجيش عشان الكلام اللي الناس بتتصايد دي كل ما يلعب او ما يلعبش او يوفق ما وفقش من اللي جايبه هتتخدك انه فيه حاجة شخصية اي ده ما حصلش وانت أثبت هذا الكلام وانا قلتلكوا وقع برضو انا لوانه نبرق مستر مانول منها صحيح فا يعني والنبي بلاش دي محدش حيشتري مننا الكلمة ولا يصدقك لما تقول هزا الكلام يتقوله بالدليل ونعتذلك احنا بقى ها ونقول له امير عملتها فينا ها مش انت امير اللي قالك ها ام مش عايز اقولك انما امير يقولك خلاص يبقى أنا أعارف بالظبط إنما عايز أقول لك إن ما ينفعش يا جماعة نتكلم على بعض كده هل إحنا اتحشرنا أبدا في اللعيبة اللي بتيجي للزمالك ومين اللي بيرشحها وظرف مشايانها وعقباتها وغراماتها ودليل على كده لو عايزين نصطاد بقى كنا نقول لك وقلنا بقى العملات راحت فين وبتاعه ملناش دعوة الزمالك الزمالك مسؤول عن نفسه بالظبط خليك يا كابتن خليت دافع عن المشكلة اللي عندك مش تتكلم تخلق لي مشكلة مش موجودة لأنه ما حدش مش حدش هشتري منك في النادي الآخر